حلقتنا اليوم حلقة المفاجآت والمدهشات لأنني سأعرض لك فيها إن شاء الله أحلاما ورؤى منامية حين تراها في منامك تعتقد أنها شر ويصيبك منها الخوف والرعب والفزع والقلق الشديد رغم أن هذه الأحلام في تفسيرها تحمل لك أعظم بشارة من الله سبحانه وتعالى لاحظتم إذن هذه المفارقة أحلام ورؤى منامية لما تراها في منامك تقوم من نومك مفزوعا خائثا قلقا لأن هذه الأحلام ظاهرها يوحي بالشر ويوحي بالمصائب والنكبات لكن تفسيرها في الحقيقة على أرض الواقع لا تحمل إلا الخير ولا تحمل إلا البشارة من الله وأنا أقول لك نعم أبشر إن رأيت شيئا من هذه الأحلام هذه المفارقة العجيبة يا جماعة الخير لا توجد في عالم الأحلام إلا في خمسة أحلام فقط أقول وأركز مرة أخرى لا توجد في عالم الرؤى والأحلام هذه المفارقة إلا في خمسة أحلام فقط جمعتهم لكم في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا حتى أدخل السرور والبشرى والتفاؤل على حضراتكم جعلنا الله تعالى دائما مفاتيح خير مغاليق شر والآن نبدأ في هذه الرؤى والأحلام الخمسة على بركة الله سبحانه وتعالى الرؤية الأولى الخيانة الزوجية في المنام ومعناه أن ترى الزوجة أن زوجها يخونها مع امرأة أخرى سواء كانت تعرف هذه المرأة أو لا تعرفها وسواء كانت هذه الخيانة خيانة عظمى مثل الزنا أو خيانة صغرى مثل مجرد الحب والمواحدة طبعا النهاردة أي ست ترى في منامها هذه الرؤية تقوم من نومها مفزوعة وقلقة وخايفة على زوجها هل بيحب عليها هل سيتزوج عليها هل يخونها بالفعل في الحقيقة والواقع لأنها رأت ذلك عيانا بيانا في المنام ولكن المفاجأة أنني أقول لها أبشري لأن الخيانة الزوجية في المنام معناها مزيد من الحب والاهتمام تخيل أخي الحبيب أختي الحبيبة الخيانة الزوجية في المنام معناها إيش يا مولانا معناها مزيد من الحب والاهتمام أن المرأة إذا رأت زوجها في المنام يخونها مع امرأة أخرى دل هذا على أنه يحبها كثيرا وأنه يعشقها جدا والعكس صحيح لو أن الرجل هو الذي رأى زوجته تخونه في المنام مع شخص آخر سواء كان يعرف ذلك الشخص أو لا يعرفه أقول له أبشر إن زوجتك تحبك كثيرا وتعشقك جدا حتى وإن لم تكن في واقع الأمر تظهر لك ذلك سبحان الله أذكر مرة أحد الناس كاد أن يطلق زوجته كاد أن يطلقها لأنه كان يراها في المنام أعزكم الله تخونه مع ابن عمه ودخل عليه الشك ودخل عليه الشيطان والوسوس الخبيسة وبعدين صادف قدرا بفضل الله أنه كلمني قال يا مولانا أنا واقع في مشكلة في مصيبة كبيرة ما بك حبيبي قال الأمر كيت وكيت وأنا الرؤية تكررت عندي أكثر من مرة وأنا بالعرب كذا سأطلق زوجتي فقلت له أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله يا حبيبي الخيانة الزوجية في المنام معناها أن زوجتك تحبك كثيرا الرجل طار من الفرح فعلا يا مولانا قلت له أقسم بالله على ذلك الرؤية معكوسة تماما إذن أول رؤية حتى لا أطيل عليكم الخيانة الزوجية في المنام طيب الرؤية الثانية التي ظاهرها شر ولكن تفسيرها خير كبير البكاء والحزن الشديد في المنام تخيل تشوف نفسك في المنام بكي وتنزل الدموع من عينيك بغزارة تشوف نفسك حزين زعلان تلبس السواد هذه الرؤية كلها خير وبشارات من الله سبحانه وتعالى طيب إيه تفسيرها يا مولانا البكاء في المنام معناه الفرج والفرح والرضا من الله جل وعلا يعني حبيبي في الله أخري في الله وعلى فكرة الرؤى دي تخص كل الناس لا أخص أحدا هي رجل امرأة متزود مطلق أعزب الرؤى دي للجميع إن شاء الله عفوا يعني أقول أنك إذا رأيت نفسك في المنام تبكي وتنزل الدموع من عينيك بغزارة أقول لك أبشر لأن البكاء في المنام معناه رضا وسرور وفرح وتفاؤل وبشر من الله سبحانه وتعالى إذن هذه الرؤية الثانية الرؤية الثالثة من الرؤى أيضا اللي ظاهرها مفزع ومخيف ومقلق لكن فيها الخير وفيها الرحمة هي موت المريض في المنام بعض الناس يكون معا واحد عيان مريض مشغول بحاله يفكر في أمره فيراه في المنام أنه قد مال يؤمن أنهم مفزع وخائف ليه لأنه يعتقد أن موته في المنام معناه موته في الحقيقة والأمر على العكس من ذلك تماما لأن موت المريض في المنام معناه الشفاء والصحة والعافية لذلك المريض وأن الله سبحانه وتعالى جدد له عمرا الله أكبر شوف كده شوف كمية البشارة والتفاؤل والسعادة التي في هذه الأحلام الخمسة أنا جمعتها لهم بفضل الله وكانت كالدر المنسور بين أمهات الكتب فقلت أجمعها لأحباب وسادة من المتابعين والمتابعات حتى نضف شيء من السعادة والسرود لأن الناس يتخف فعلا من مثل هذه الرؤى وتقلق كثيرا مش المريض بس أيها الأحبة ده أي إنسان تشوف في المنام مات حتى لو لم يكن مريضا اعرف أن الله جدد له عمرا وكتب له عمرا جديدا أقول أي حد أبوك أمك أخوك أختك عمك خالك تعرفوا ما تعرفوش أي إنسان رأيته في المنام يموت اعلم أن الله جل وعلا سيرزقه الصحة والعافية وأن الله قد جدد له وكتب له عمرا آخر إذن الرؤية الثالثة موت المريض في المنام الرؤية الرابعة حضور العزاء والدنازات في المنام إنك تشوف نفسك في عزاء إنك تشوف نفسك في جنازة إن تشوف في جنازة أو عزاء في بيتكم أو في الشارع بتاعكم أو في الحارة اللي انت سكن فيها بعض الناس ممكن يشوف الرؤية دي برضو يخاف ويفزع يترى منها يموت يترى إيه الموصبة اللي هتحصل يترى عندنا ولا عند القران يترى في الحارة ولا في الحارة اللي جنبينا ويبدأ إيه الشيطان يدخل عليه بكل هم وغم وضيق أنا أقول لك أبشر لأن العزاء في المنام معناه العرس والفرح سلام سبحان الله العزاء في المنام معناه عرس ومعناه فرح لو شفت عزاء في بيتكم أبشر فيه فرح وفيه عرس عن قريب إن شاء الله لو شفت عزاء ولا جنازة في الشارع بتاعكم فيه فرح فإن كنت أنت في رؤياك من أصحاب العزاء أقول لك في الحقيقة ستكون من أصحاب العرس والفرح أنفسهم شفت الرؤية دي وإنت كنت من أهل العزاء يعني باستقبال المعزين أو في البيت اللي فيه عزاء أقول لك أبشيري لو ما تزوجتيش أبشيري ستتزوجي قريبا إن شاء الله لو حامل أقول لك أبشيري سترزقين بمولود وسيكون الوضع فيه سلامة إن شاء الله طيب متزوجة وعندك أولاد أو عندك بنات أقول لك أبشيري إن شاء الله ستزوجينهم عما قريب الراجل برضو إذا رأى هذه رؤية أقول له أبشر سيكون فرحا في بيتك بس لأمتى لو أنا شفت نفسي من أصحاب العزاء أو من أصحاب الجنازة طيب أفرض أنا شفت نفسي من المعزين الناس اللي رايحة عزي أقول لك أيضا أبشر ستدعى إلى فرح فيه سرورك وفيه رشدك وفيه سعادتك العكس بقى من كده إنك تشوف نفسك في فرح شوف المفارقات العجيبة في علم تفسير الأحلام هذا العلم الغريب اعكس بقى مش شفت نفسك في جنازة لا شفت نفسك في فرح أقول لك إياك أن تحدث بهذه الرؤية أحدا إياك إنت مش شفت نفسك في عزاء لا ده إنت شفت نفسك في المنام في فرح حقيقي مصيبة الأكبر لو أنت بتحزمه بترقص في الفرح ذا أو حاضر الفرح ذا أوعى تحكي الرؤية للحد ما تحكيهاش لأن تفسيرها سيئ جدا طب ما تفسرها يا مولانا لا أفسرها إزاي ما ينفعش أوعى تشوف رؤية تعرف إن هي شر فتروح تحكيها الحدي فأصرها لك لأن الرؤية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقة في عرقوب طائر إذا أولت وقعت يعني إذا فسرت تحققت بمجرد ما بتتحقق بتقع بمجرد عفوا ما بتتفسر بتتحقق وتقع عشان كده إحنا بقول الرؤية المخيفة دايما إحنا إيه ما بنفسرها يبقى الرؤية الرابعة حضور العزاء والجنازات في المنام من الرؤى السعيدة المبشرة بالخير الرؤية الخامسة والأخيرة من هذه الرؤى التي تحمل سبحان الله كمية مفارقات عجيبة وتضادات وتناقضات في داخلها الرؤية الخامسة العراق والشجار والخصام والاقتتال في المنام شفت واحد بتتعرك معاه بتتشجره بتتتخصم معاه أو بتتقاتله طب ده إيه مولانة ده أنا بتعارك وبتخاصم وبتشاجر ده معناها شر لا معناها أنه ستكون بينكما ألف ألف ومودة ومحبة شديدة سيكون بينكما مودة كبيرة أنت شفت بتتعارك معاه في المنام حتى ولو كان من أعدائك في الوقت الذي رأيت فيه الرؤية لو كان من أعدائك في الوقت الذي رأيت فيه الرؤية وشفت نفسكم بتتعركوا بتتقتلوا بتتخصموا في المنام اعرف أنه ستدوم بينكما المودة والمحبة وستنتهي هذه العداوة عاجلا أم آجلا إن شاء الله طيب أفرض يا مولانا أنا كنت بأتشاجر مع أحد من الأقرباء برضو نفس القصة مع أبي مع أمي مع أخي مع أختي معناها حب شديد ومودة وألف فستكون بينكما طيب أفرض يا مولانا بأتشاجر مع أبي المتوفى خلي بالك هنا بقى الرؤية تفريك هنا بقى إيه؟ الرؤية ستكون فارقة إنك إنت شفت نفسك في المنام بتتعارك مع حد ميت مش حي لو حد حي أقول لك أبشر ده مودة ومحبة بينكم طب لو حد ميت يا مولانا لا معناه أنك ترتكب شيئا خطأا وأنك ترتكب شيئا محرما شيء منافي للأخلاق أنت مثلا فعلت شيء يغضب هذا الميت لأننا عارفين ما كان يغضب الميت في دنيا يغضبه أيضا في آخرته والميت في دار الحق ونحن في دار الباطل لأجل هذا أيها الحبة العراق والخناق مع الميت مؤشر خطر مش مع الميت أبشر خير وز وبشارة من الله سبحانه وتعالى ومودة ومحبة بينك وبين من تتعارك معه طيب أفرض يا مولانا ما كانش عراق ده كان قتل يعني أنا ما حكتش لن نتعارك ولا نتخاصم ده أنا شفت وكده راح موتني قتلني سأسألك هنا سؤالا واحدا هل قتلك من الأمام أم من الخلف والقتل ما يفرقش ممكن يكون بألحدة ممكن يكون بطلق النار بسلح نار لن يكون الفارق كبيرا بس اللي يفرق معاي في هذه الرؤية طريقة قتله لك هل قتلك وهو أمامك في وجهك أم من الخلف قتلك وهو أمامك وفي وجهك أقول لك أخي أبشر لأنه ستأخذ معي نفس التفسير هذا الشخص الذي تسبب في قتلك وإزهاق روحك في المنام وهو أمامك يحبك حبا شديدا ويريد أن يتقرب منك فأعطه فرصة ومساحة لذلك لأنه عندنا حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكتم الحب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه يذكر له ذلك لأنه أحرى إلى دوام المحبة والألفة بينهم كذلك لو كان من الشرط يكون أنت ترى قريبك من الشرط ترى رجل ممكن ترى إمرأة ممكن ترى فتاة تقتلك دليل أيضا على أنها تكن لك المحبة والمودة طبعا ها يفرق هنا لو كانت هذه الفتاة من محارمك فالأمر طبيعي لا أمش من محارمك أقول لك لا تتبع نفسك هواها وادخل البيت من بابه أعزك الله سبحانه وتعالى طيب إذن لو قتلني أو أماتني تسبب في إزهق روحي من الأمام دخل وبشارة مودة ومحبة ألفة طب لو من الخلف لا تخلب لك من آه هنا يفرق التفسير ما هو لك العلم نواسع علم تفسير الأحلام لو رأيته يطعنك من الخلف يقتلك من الخلف أقول لك خلي بارك منه لأن هذا الشخص يكن لك العداوة ويحفر من ورائك ويريد أن يوقعك في الشرور والمكائد والفخيخ وأنت لا تدري وذي تبقى من الرؤى التحذيرية التي يحذرنا الله سبحانه وتعالى فيها من الذين يكيدون لنا الشر ونحن لم نقدم لهم إلا الخير يعني هذه الأحلام التي كما قلت كانت فيها مفارقات عجيبة أردت أن أتحفكم بها وأدخل السعادة على قلوبكم وكما قلت في بداية الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلنا دائما مفاتيح خير مغاليق شر تكون بذلك انتهت حلقتنا لهذا اليوم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته